الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء أكد فيها سيادة الرئيس على أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي كمان نأكد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاء على مر العصور تعالوا مع حضرتكم ونشوف كلمة السيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت مودعا للإسهداف والعدوان وطالما نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر شعب مصر الكريم إن قصة كفاح المصرين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإسرار لا يليم على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه ومنهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي إن سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوية مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخذنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا ولكن تحتم الشر على حصون الخير والشرف وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصر الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي وكذلك موقفنا الثابت بالإسرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاز المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروع كل هذه تشكل الثوابت الراسقة التي تحرس مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى هو إرسال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطنيا مقدس أيضا واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزرعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله شعب مصر العظيم لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وسمود هذا الوطن وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذو الكرم والفداء واصحاب المرؤة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان ورفعة وتقدم ودائما وأبدا وبالله العظيم تحية مصر تحية مصر تحية مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته